ليست المرة الأولى التي يغرق فيها لبنان بخيرات السماء لتنقلب النعمة نقمة قبل عام تقريباً 8-11-2013 فيضان نهر الغدير في منطقة حي السلم نموذج استثنائي السيارات تغرق في المياه السيول تجتاح البيوت وحتى الإنسان ما الضير من تجربة الحياة تحت المياه نموذج آخر أوتوسترات جوني بتاريخ 3-11-2011 زحمة سير خانقة مواطنون متأخرون عن مواعيدهم ولا أصوات تعلو عن أصوات شتائمهم للمسؤولين في الدولة أما النكبة الأكثر تبللاً والشبيهة بما حصل في نفق طريق المطار فكانت عام 2000 جل الديب تغني إني أغرق أما الغارق الحقيقي في غفوة وسبات عميقين فهي أجهزة الدولة لا سيما البلديات بعد وزارتي الأشغال والمال التين تتبادل التهم بالتقصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر